اشتركوا في القناة وها هي انطلاقة الشوط الأول لسن الفطامين في هذه أيضا أشهر المقدمة من نادي دبي لسباقات الهجن هنا على أرضية هذا الميدان نسير بكم في الشوط الأول الرئيسي للبكار الفطامين والمسافة هنا 1500 متر والصدارة تاتع سيلة راشد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطر بن سلومة مقدم حسيلة وهنا وصلت غند منصور بن أحمد بن محمد بن قراز لمهيري مع غند على المركز الثاني بينما المركز الثالث الضبيق دير بن خادم بن صالح الزرعي وهناك الوصول من حكيمة محمد بن سالم بن ناصر النعيمي وتاتي الشاينية محمود بن حبيب بن محمد الرضا على المركز الخامس هذه هي النتائق للمراكز الخمسة الأولى هو الصدارة مع عسيلة عسيلة راشد بن محمد بن سعيد بن راشد بن سلومة الخاطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة سيطرة فعالة على صدارة هذا الشوط المركز الثاني الضبيق دير بن خادم بن صالح الزرعي على ثاني المراكز وفي المركز الثالث حشيمة محمد بن سالم بن ناصر النعيمي من تاتينا بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات والإثارة ولكن عسيلة عسيلة على الصدارة عسيلة على المقدمة قادة الشوط من البداية سلوم لها لجرفار سلام لها لرأس الخيمة تهانينا هو ناموس الراجد بن محمد بن صعيد بن سلومة على هذا الفوز الجميل المركز الثاني وصلت حشيمة محمد بن سالم بن ناصر النعيمي وفي المركز الثالث كانت هناك أيضا على ثالث المراكز من وصلت غندل منصور بن أحمد بن قراز لمهيري هذه النتائج مشاهدين ومتابعين القرام لهذا الأداء هو التوقيت الزمني الذي سجل لجيكتين واثنى عشر ثاني هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام عسيلة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر